استغلال سيطارة إسرائيل على سيناء يبقى دي بداية الخطة استغلال سيطارة إسرائيل على سيناء لإقناع مصر بالتنازل عن جزء منها لإقامة منطقة دولية باسم قطاع سيناء هنا عزين الخطة كانت إقناع مصر بالتنازل عن جزء من سيناء عشان يقيموا ايه؟ منطقة دولية خليوا بالكم الكلام ده بيتقال النهاردة بيتعمل بيتقال منطقة دولية باسم قطاع سيناء في عرضها للمشروع على الحكومة البريطانية قالت مونوريو إن الهدف العام هو التخلص من اعتماد أوروبا على طريق وحيد من المحيط الهندي وإتاحة وسيلة إضافية لنقل صدرات نفط الشرق الأوسط يعني هنا بيتكلموا عليه؟ طريق الوحيد اللي هو نتكلم على قناة سويس خلي بالحضراتكم فبنعمل نفكر في حاجة تانية اللي هو هيجيلك بعد شوية قناة بديلة لقناة سويس جايلك جايلك في الطريق وحذرت من أنه بحلول عام 1965 سيكون الموقف الذي تواجهه إمدادات النفط إلى الدول الغربية أسوأ حتى مما تعرضت له الصناعات الأوروبية الغربية في عام 1956 تطرقت مونوريو إلى وضع إمدادات النفط الأمريكية هي بتكلم هنا بقى عاملة تحليل على النفط في أمريكا رايح فين؟ أشارت مشيرة إلى أنه بحلول عام 1975 بعد 20 سنة يتوقع أن تبدأ فيه القارة الأمريكية يتوقع أن تبدأ فيه القارة الأمريكية في استراد 140 مليون طن السنوين هنا بعد 20 سنة أنه يتوقع أن أمريكا تبدأ القارة تستورد الأمريكية 140 مليون طن سنويا من نفط الشرق الأوسط مقارنة بصادرتها البلغة 30 مليون طن في ذلك الوقت في أن الضربة التي تتعرض لها الصناعة الأمريكية ستكون كاسحة وبشرت خلوا بالكم اللي جاي وبشرت هنا بقى إيه؟ الكلام بقى وبشرت بتوطين مئات الآلاف مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع سناء المقترح قطاع سناء إيه؟ المقترح اللي بيتكلموا عليه واللي شايفينه واللي بيقولوا أنه نحن وفقاً وهذا وفقاً لنص الخطة يحقق هدف إزالة الخطر اليومي المتمثل في انفجار الوضع في فلسطين يبقى هو كله بيشتغل على هنا سناء إنشاء القطاع ده اللي تاخد جزء منه من الأراضي المصرية واعمل القطاع ده وآلاف مئات الآلاف من الفلسطين اللي هم بتكلموا عليه النهاردة اللي نتناهو بتكلم عليه بقى له فترة واللي بيشتغل عليه مع الأمريكان واللي بيشتغل عليه في الضغوط وعشان كده بقول لحدك صوتك في صندوق الانتخابات أنت بتدعم بلدك وتدعم بلدك واختيار رئيسك لكل ده منع كل الأوهم اللي بتكلموا عليها ولكن دي أنا بكلمك هنا على إيه؟ على وسائق بريطانية مش بكلمك على بكلمك هم أفكارهم إيه؟ عملوا إيه؟ وشغلين إزاي؟ وكل ده؟ كل ده بيتدم بتدرسه يتدرسه هذه القضايا وهذه الأمور إيه تاني؟ إيه ليه بعد؟ خلي بالك اللي جاي مهمة أوي طرحت الخطة فكرة إنشاء قناة تانية بديلة لقناة السويس شو بيتكلم على قناة تانية من إمتى؟ من سنة 57 عايزين يعملوا قناة بديلة لقناة السويس ومصار جديد بديل عن قناة السويس وتكون وده جزء من الأوراق بتاعتهم جزء من أوراقهم اللي انت أفشلتها لما الرئيس عمل القناة 2015 وافتتحت 2015 شو بيتفكر في قناة بديلة لقناة السويس عشان يضرب قناة السويس الدخل القوم اللي بيجي لك قال لك لا إحنا عايزين نكسر مصر طب نعمل إيه؟ عايزين قناة تانية تبقى بديلة لقناة السويس بيبقاش كل التجارة اللي جاية حركة التجارة اللي جاية من المحيط الهندي ودخل على البحر الأحمر تدخل تعادل متوسط من السويس؟ لا يبقى عندنا العقبة ندخل عندنا يعملوا القناة اللي هي كان كان الصيون ميفكر فيها وعايز يعملها الموضوع مش مسر الموضوع اتقال والموضوع موجوده هو على الورق في الوسائق البريطانية كمان وطرحت الخطة فكرة إنشاء قناة تانية بديلة لقناة السويس التي قالت بونوريو إن حفرها حلم من الخيال الآن ورغم إشاراته إلا أن تضاريس المنطقة المخترحة المنطقة اللي كانوا مخترحين عشان يعملوا في قناة أخرى بديلة لقناة السويس بتقول إن تضاريس المنطقة المخترحة جبلية ولا مجال المقارنة بينها وبين الأراضي المستوية عند بارزخ السويس اللي هي قناة السويس فقالوا إنه المخترح يعملوا القناة في المنطقة دي منطقة جبلية وصعبة جدا ولكن فإن إمكانية حفر القناة التانية سوف توجد يعني بيقولوا إنه هيحصل وقد تخفض السلوك الاحتكاري شايف بص لنا بصت زي يعني بيقولوا القناة التانية دي هتحصل يعني هتيجي في يوم الأيام هتتعمل اللي بيفكروا بيفكروا تاني بيعملوها بيفكروا يعملوها وقد تخفض القناة التانية اللي مقترحينها أو بيفكروا فيها السلوك الاحتكاري لقناة السويس مش عايزين إنه أنت أنت الممر البحري الوحيد اللي موجود فيها المنطقة أنت الممر الملاحي الآمن والأكثر أهمية والأكثر للعالم والأكثر أمناً في كل الممرات البحرية العالمية مصر قناة السويس هم مش عايزينك كده قال لك مصر هنا بيقول لك تخفض السلوك الاحتكاري لقناة السويس لقناة السويس دي ده نعمة للعالم كله كرم للعالم كله قناة السويس دي قناة الأولى والقناة التانية الاثنين ساعدوا العالم وسهلوا حركة تجارة العالم ووفروا لعالم احتياجاته لما كان يروح رأس الرجاء الصالح وليروح مش عارف مين شوف يدفع تكاليف قديه وكي يقعد قديه كمان كام وقت بيقعدوا لما يلفوا من رأس الرجاء الصالح فجت قناة السويس دي مصر عملت خدمة للعالم والله خدمة للعالم مش احتكار خدمة للعالم دولة تانية كانت تعمل رسوم دي اضعاف اضعاف اللي تعملها النهاردة بس احنا دولة برضو يعني يقول لك سلوك واحتكاري قناة السويس شايف بيفكروا ازاي في مصر شايفين يا مصريين مش موضوع مثلا ان انت كمان عايز تعمل تاخد حتة من سيناء كمان وتاخدها زي ما هم بيفكروا طبعا دي احلام بالمناسبة عندهم دي اوهام كمان عندهم فيش حاجة من اللي انا بقول لها بداها تحصل بس بقولك هم بأفكارهم ايه وهم عرضوا ايه وطرحوا ايه وافكار الانجليز الانجليز خلي بالك اي حاجة تحصل الانجليز اللي بيشتغلوها فدي افكار الانجليز دي افكار الانجليزية فافكار الانجليز هم اللي بيعملوا يخططوا يخططوا هم بالمناسبة هم اللي بيخططوا الانجليز مخابرات الانجليزية أي شيء بيحصل في أي مكان المخابرات الإنجليزية فدي أفكار الإنجليز اللي قدامك إيه والباقي يشتغل عليها وبعدين يقولك الإسرائيل طرحوا والأمريكا لا هو الإنجليز اللي عامل فالإنجليز يخطط يشتغل 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 ويدداره ويقول لهم اشتغلوا على دي فيديهم الفكرة فالإسرائيل تبدأ يشتغل على الفكرة بس فكرة مين الأصل؟ فكرة الإنجليز ما هي حدود قطاع سيناء اللي هما بيكلموا عليه؟ المشروع قطاع غزة بالكامل اسمه إيه؟ قطاع غزة بالكامل يعني فيش حاجة اسمها غزة ما هو اللي بيتم النهاردة بقول لحضرتك ده الوسيقة دي بتاعة الخارجية البريطانية اللي تم الإعلان عنها النهاردة ونشرها النهاردة على البي بي سي بتقولك حقيقة نتنياهو اللي بيعملوا دلوقتي في غزة ما فيش غزة ما فيش إيه؟ فيش غزة حدود قطاع سيناء يشمل قطاع غزة بالكامل قطاعاً عرضه 20 ميلاً قرابة 33 كم من سيناء يمتد من البحر المتوسط إلى خليج العقبة وبعدين جزيرتين تيران وصنفير عند المدخل الجنوب لخليج العقبة التي احتلتهم إسرائيل في نومبر عام 56 سيناء دي حدود القطاع كيف ستدار المنطقة تؤمن؟ هنا بتسأل في المقترح بتاعها وفي الوسيقة الإنجليزية اللي تم الكشف عنها ستكون الإدارة دولية يبقى سيناء وقطاع سيناء ده هيكون إدارة دولية طب هي الأفكار دي متوافقة مع الأفكار اللي بيتم طرحها اليومين دول أيوة بالضبط كده وتمارسها أحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتقدم تقريرا سنوين إلى الجمعية العامة للمنظمة